أذيب والدئب أذيب والدئب قصدة كنا نحفظها أيام الصغر لعذوبتها وسهولتها وبهائها وجمالها أذيب والدئب يقول فيها الشاعر حادثة غريبة ما هي بالمكذوبة أنقلها ممثلة مجملة مفصلة كما جرت أمامي في قرية بالشام وذاك أن ذيب مستدخما مهيبا طرقها أصيلة يبغي بها مثيلة فخرج الرجال إليه والأطفال في هرج ومرج ولجب ممتزج عزلا بلا سلاح يرجى سوى الصياح ووقفوا بعيدا ينقرون السيدة وانتظموا هلالا ليقفلوا المجال عيناه شعلتان يرشح كالسكران منتقلا على مهلي كالظل في سفح الجبل وبينما الجمهور حيران مستطير كل يقول ما العمل لصده وما الحيل إذ انبرى شجاع ترهابه السباع كان اسمه أديب وباسمه عجيب حتى إذا مقترب منه عوا واضطرب والناس في تخوفي من هول ذاك الموقفي يرون نحو الجبل ظلين في تنقلي يرون نحو الجبل ظلين في تنقلي حينا على تلاقي ثم على افتراقي ثم على اشتباكي ثم على انفكاكي وأبصر الديب جرى إلى بعيد مدبرا ثم سجى ثم التوى وصار شوطا وهوى وعاد من سفح الجبل أديب عودة البطل وهو كليل متعب بدمه مخضب فلزم البيت وفي يومين مر ما شفي وبينما ساد الفرح ولا تظن النطرح إذ اشتكى أديب حرارة تذيب وقام بارتعاش فورا إلى الفراش وإذ مضى قليل تنبه العليل كقطعة الحديد في اللهب الشديد فهو يرغى فهو يرغي مزبدا وقد تجاف المرقدا واضطربت عيناه واضطرمت أحشاه وشنجت أعصابه وبرزت أنيابه فمزق الكتاب وبعتر الأتواب ثم مضى عريانا لا يهتدي مكانا يسقط آنا ويقف يسكن ثم يرتجف فصاح شيخ في اللجب إن به ذا الكلاب فقيدوه عجلا في غرفة منعزلا ظل قليلا يبسم يصغي ولا يكلم ثم شكى ثم زفر ثم بكى ثم نفر ثم راح راح في داء فضله راح في داء فضله مستبسلا لأجله مستبسلا لأجله مطران خالي مطران بتصرف ترجمة نانسي قنقر